جميل وكلام رائع يا أبو أحمد برجع معاك على الهلال نفسه ماذا بعد الآن؟ الهلال الآن حصل على لقب هناك مقولة بس لو تسمح لأكمل لك وجهة النظر المطروحة في وسائل التواصل الاجتماعي من جمهير الهلال في تقدم في أعمار اللاعبين خاصة السعوديين في عدم رغبة لوجود بعض اللاعبين العجانب أنا أتكلم تحضيرا للموسم القادم في بعض الانتقادات اللاعبين الكبيرين طبعا سلمان الفرج وسالم الدوسري كيف ممكن تتعامل الإدارة مع كل هذه الرغبات من الجماهير خصوصا أنه في الفترتين الماضية الهلال ما استطاع أنه يسجل شوف في هذا المقام دعني يحيي إدارات الهلال كلها ولكن إدارة السادفة بالنافل أمس في كل القنوات لأنها مناسبة عظيمة اسمها كاسي ملك وبوجود ويل عهد صرح لكل القنوات بأريحية ولكنه ركز تركيز كبير على أنه لا يتدخل فرمو فنية على أن يعمل بستراتيجية على أنه سيقيم الموسم كإدارة بعد نهاية الموسم يعني كان تكلم بروح رياضية وأبيح ترافية وهذه واحدة من المبشرات أنه الهلال كفريق عريق وأنه هو المثل الأكبر للكرة السعودية أنه يبقى في قوة وتطور مستمر أتفك معك اليوم أنت تلعب بثمانة أجانب الهلال النصر الاتحاد الطاي أي فريق من الفرق التي تكون 18 فريق الموسم المقبل كلها عنده ثمانة أجانب إذا وفقت في اختيار من 6 إلى 7 وليس ثمانية ستة أو ثمانية إذا وفقت في ثمانية هذا شيء يعني اعتبر امتياز إذا وفقت في أقل شيء ستة لاعبين أجانب وعندك ذخيرة جيدة من لاعبين المحلين والأهم هو المدرب بالنسبة للهلال أولا رقم واحد هو المدرب لا بد يكون مدرب في مستوى قيمة الهلال اليوم الهلال يختلف عن كل أنديا السعودية في احترافيته في بطولاته في مشاركة الخارجية في أيضا رصيدها الذهبي وفي مطالبات الجماهير الهلالية بأن يكون دائما بطل بالتالي أهم شيء اليوم تبحث عن مدرب يستحق أن يكون هو مدرب الهلال الذي يعمل باحترافية عالية ثانيا توفق في تغيير بعض الأجانب أربعة أجانب مئة في المئة أكيد لن يبقوا لكن مثلا أكويلار وكاريلو وميشايل وطبعا أكيد دهيون إذا أنه استمر هذو الأربع أعتقد أنهم سيستمرون باقي الأربع الآخرين سيغيرون هذه النقطة تقريبا أنا رأي شخصي ومتابعة وبعض اللعبين أساسا منتهي عقودهم وبالتالي يجددوا لكن بالنسبة لسلمان وسالم شوف سلمان فرج إصابات يعني ما عنده مشاكل عنده إصابات وهذا يمكن ربما عائد للسن لكثرة الإصابات أيضا هو أخطى بحق نفسه عندما لعبه في مبارتين مهمتين مع المنتخب ومع الهلال وهو مصاب تحامل على إصابته وبالتالي تضاعفت وهذه دائما لطباء يحذرون من أنك يعني تلعب على إصابتك وإذا استمر ممكن بعد مثلا راحة ممكن يستمر بالنسبة لسلم يعني ممكن يكون هو خطأ في مبارة الذهاب بالرياضة مايسيتامة يعني ممكن كانت يعني صراحة خطأ يعني كبير جدا ولا يقبل من سلم أن يكرره علي أن يستفيد وهو لازال قادر العطاء إذا لاعبوا لعبين من المحليين عندهم كبر سن هذا طبيعي جدا لكن اليوم الهلال عنده تقريبا خمسة لعبين من الصاعدين يستحقون أن يعطوا فرصة أن يطوروا في المرحلة المقبلة وبالتالي يكون عندنا ذخيرة جيدة جدا من جانب وأساسي طيب